هل حضرتك بتتوقع بتمديد الهدنة بهذا الشكل أنه يتم التمديد اليوم تل والآخر لحين ما يتم الإفراج عن كافة المحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة؟ وأنا كان لدي قراءة وفق جملة من المعطيات أن الدوء الأخضر لأمريكي الممنوح أصلاً لنيتنياه وحكومة الإرهاب الصهونية وينتهي يوم غد بالأصل يوم 30 نوفمبر ومن المعطيات التي كانت تدلل على ذلك أن الطيران المدني الأمريكي وبعض خطوط الطيران المدني الأوروبي كانت توقفت عن الوصول إلى مطار لد المحتل منذ يوم السابع من أكتوبر 20 الأول الماضي وأن الطيران المدني الأمريكي ومعه العديد من خطوط الطيران الأوروبية ستعود للتحليق في مطار لد ووصول إلى مطار لد بدءاً من يوم الثاني من ديسمبر بنفس الوقت طبعاً الشهر ده كانوا أعلنوا عنه في السابق؟ نعم هذا معلن من فترة أريد أعلن صباح يوم الثامن من أكتوبر أنه وقف الطيران وعودة خطوط الطيران المدني مرة ثاني يوم الثاني من ديسمبر بنفس الوقت طبعاً معروف أن شهر ديسمبر كانون أول وشهر الأعياد في أوروبا وفي أمريكا وهذا شهر الأعياد والإجازات وغير ذلك وهو مهم إضافة إلى مسألة أخرى مرتبطة بقضية الضوء الأخضر الأمريكي هو أن الولايات المتحدة عندما أعطت الضوء الأخضر لنيتنياهو وشاركت في العدوان في البداية صدقت الرواية الإسرائيلية المكذوبة أو الروايات الإسرائيلية المكذوبة والمزاعم المكذوبة ثم بدأت الصحافة الأمريكية أيضاً مع بعض الصحف الإسرائيلية كهارتس وغيرها بفضح جملة الأكاذيب التي روجها لها نتنياهو ومسؤولية المقاومة عن قتل المدنيين وغيرهم وهذا لم يحدث بالمطلق بالتأكيد وتبين أن الجيش الإسرائيلي هو من قتل المدنيين والمستوطنين الإسرائيليين وأن الهدف كان من عملية طفال أقصى كان هدفاً عسكرياً ووطنياً بامتياز دون أدنى شك هذا أولاً ثانياً الحدث طبعاً كما هو واضح انقلاب في الرأي العام الأمريكي والغربي وهذا الانقلاب في الرأي العام الأمريكي والغربي أصبح يشكل أداد ضغط كبير على الإدارة الأمريكية وعلى رئيس جو بايدن وهناك خطر كبير بدأ يمس بمستقبل الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي بل خطر يمكنه أن يمس بالوضع داخل أمريكا وبدأت موجة الكراهية على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي وحتى على مستوى الكثير من الدول المحبة للسلام والمقتنعة بالحقوق الفلسطينية بدأت تعيش حالا من موجة الكراهية ضد الأداء الأمريكي في الحرب الأخيرة الحالية ضد قطاع غزة وفي انحيازها المطلق للعدو الصيوني في كافة اعتداءته وبالتالي أعتقد أن الأمر ينفذ أمام نتنياه وخاصة أن الأصوات بدأت تعلو داخل الكيان الصيوني بمحاكمة نتنياهو وحل حكومة الإرهاب اليمنية المتطرفة وبدأ وستطلعات رأي طبعا نتنياهو حصل على سبعة عشر صوتا بينما ليكود حصل على ثلاثة وعشرين وبالتالي حتى حزب ليكود وذهب إلى التفاكك بتقديري أننا سنخرج يعني ربما يحدث تمديد ليوم آخر لكن بتقديري وقراءتي للأمر أننا سنخرج على الأقل ربما في هدنة مؤقتة لمدة شهر يتم من خلالها صياغة الاتفاقيات وبلورتها دعني أوضح مسألة أيضا من أجل صياغة خلاصة للمسألة للأمر ليس عبثا وجود معالي الوزير اللواء عباس كامل في الدوحة إلى جانب طبعا وليام بيرس مدير المخابرات الأمريكية وطبعا مدير الموساد وإضافة إلى القطريين وإضافة أيضا إلى ربما قوة إقليمية أخرى موجودة في صياق المفاوضات عن قرب أو عن بعد ولكن هناك وجود يدي اللواء عباس كامل وبتوجيهات طبعا من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوافق كامل مع القيادة الفلسطينية يدير ملف المفاوضات بمنتهى الذكاء بمنتهى الدقة وهو حقيقة يعبر عن المطالب الوطنية الفلسطينية بشكل كامل وبالتالي نحن نأمل أن يتم الخروج من الحالة يعني حالة ربما يعني يمارس نتنيه نوع من أنواع لعبة عض الأصابع يعني القتال على الدقيقة والثانية والتلويح بعودة العدوان من جديد وغير ذلك طبعا الأمور على المستوى الفلسطيني الحقيقة يعني بالتأكيد بات مطلب وقفة لقنار مطلب جماهيري فلسطيني ومطلب رسمي فلسطيني وأيضا مطلب الكل الفلسطيني من أجل الالتفات إلى يعني البدء بالإعداد لمواجهة يعني آثار العدوان المدمر الذي تعرض لها القطاع غزة